أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ماردريت هاريس أن أربعة من بين كل خمسة أطفال لم يأكلوا لمدة يوم كامل مرة واحدة على الأقل في غزاء مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع قليلة للغاية جددت هاريس النداء لإسرائيل لاحترام القانون الدولي فيما يتعلق بالمرور الآمن لمساعدات الإغاثة الموقذة للحياة في القطاع كما سلطت الضوء على خطر سوء التغذية القاتل والمجاعة بين الأفراد الأكثر ضعفا في غزة